معناته الشعب العراقي كله يعرف ان كل شخص سياسي عنده حماية اكو جو الحماية شي اسمه فصيل مسلح ميليشيات تحمل السلاح تحمل هذا السلاح بدون اي ترخيص وخارج اطار الدولة اي شخص يتعارض مع افكار و اديولوجيات هذا السياسي او حتى مصالح حتى لو كانت مصلحة صغيرة هذه الميليشيات راح تعرف شغلها وبدون توجيه وبدون اي امر مباشر من هذا السياسي او من هذا القائد او من هذه الشخصية السياسية اللي موجودة او حتى الشخصية البرلمانية فالاستفتاء والتصويت كان نعم وهذا دليل على ان الشعب العراقي شعب واعي لما صير معركة او شجار او حتى سجال بين اعظام مجلس النواب ثاني يوم تترجم الى تفجيرات ومفخخات وعمليات خطف ومساومة وقتل ولاصقات الى اخرهم من هذه العمليات الاجرامية اللي قاعدة تصير سواء بالعاصمة او اي محافظة اخرى من محافظات العراق اشتركوا في القناة